تلقى الرئيس عبدالفتاح أسيسي برقية تهنئة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة ذكرى العاشم من رمضان وخلال برقية تهنئة أكد رئيس مجلس النواب المناسبة ستظل أحد أهم وأعظم أيام الوطنية وشاهدا على صلابة وصمود الشعب وعبقرياته العسكرية المصرية في قهر المستحيل وسيبقى يوما ملهما للأجيال المتعاقبة يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية وتضحية من أجل عزة الوطن